السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم عزيزيز المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي يطرى ايه قرارات الكابتن ماركوس باكيتا كمدرب للمنتخب السوري الاول للرجال فيما يخص اللاعبين الكبار وانا طبعا لما بتكلم عن الكبار اعني الكبار سنن عمر السومة احمد الصالح مارديك مارديكيان طبعا عندنا كمان لعيبة وصلت لخمسة وتلاتين سنة زي مثلا فهد اليوسف لعب الشرطة العراقي مأزق وانا بتكلم معاكم دلوقتي وبقول لكم ماركوس باكيتا مدرب المنتخب السوري الاول للرجال انا متأكد ان فيه ناس جوه نفسها قالت هو مين اللي قالك ان ماركوس باكيتا مدرب للمنتخب السوري هل هو رسميا وقع والله العظيم ماركوس باكيتا وقع بشكل رسمي كمدرب للمنتخب السوري انا مش عارف اعمل ايه اكتر من كده يعني مثلا ممكن البس فلن انت منتخب سوريا وانزل في الشوارع واقول يا جماعة ماركوس باكيتا خلاص بقي مدرب سوريا يعني عايزين دليل ايه اكتر من ان موقع ترانسفير ماركت موقع الشهير بتاع الاحصائيات واللي دايما بيعتمد على البيانات الرسمية نزل من شوية على صفحته الرسمية ان الاسم ماركوس باكيتا وان المنتخب اللي بيدربه ماركوس باكيتا سيريا وتاريخ التوقيع سبعة يوليا لعام الفين اتنين وعشرين وسبعة يوليا بالمناسبة كمان ده واضح انه هو اليوم اللي وقع فيه لما كان هنا في سوريا اول يوم لو كان يوم الخميس فيما اتذكر يعني ماركوس باكيتا خلاص مدرب المنتخب السوري تعالوا نطوي تلك الصفحة وانا اتحدث فيما هو اهم ناس كتير بتتكلم النهاردة ان ماركوس باكيتا سافر الى البرازيل وغادر وخرج ولن يعود لا الكلام ده غير صحيح ماركوس باكيتا الان مع اهله مع اسرته اللي هو بيحبها جدا واللي اتكلمنا عنها اكتر من مرة قبل كده زوجته وابنائه طبعا والدته ماتت العام الماضي واللي كان متعلق بيها جدا جدا لكن ماركوس باكيتا من الشخصيات اللي بيقدروا اسرتهم ويحب العطلة يحب انه هيعمل عطلة كاملة وينقطع عن العالم حتى اللي بيتابع منكم صفحاته على السوشيال ميديا هيلاقي ان هو قديله فترة طويلة ما بيدخلش على صفحاته يمكن انبارح لسه مغير صورته الشخصية سواء على ناستجرام او على فيسبوك سيب لكم طبعا روابط الصفحات دي في اول تعليق باذن الله ان شاء الله ماركوس باكيتا خلال تلات ايام من الان هيكون ان شاء الله باذن الله في الاراضي السورية وهيوقع العقد النسخة التانية الرسمية اللي هتروح للفيفا امام وسائل الاعلام لكن هناك امرين الامر الاول ان بكل اسف الاموال السورية لدى الفيفا مجمدة مجمدة بسبب ما يسمى بقانون قيصر قانون قيصر جمد حوالي 20 مليون دولار من الاموال السورية الخاصة بكرة القدم فقط الله اعلم بقية الالعاب ايه وضعها وطبعا انتو عارفين موضوع قانون قيصر لكن الحقيقة ان خلال ايام قليلة ممكن بكرة ممكن بعده بالكتير نرى امام اعيننا موافقة من الاتحاد الدولي بالافراج عن جزء من تلك الاموال كراتب لماركوس باكيتا طبعا ماركوس باكيتا مدرب مختلف عن كل المدربين اللي فاتوا يعني ما احترامي ليه هو مشتيتا فاليريو ممكن يدرب منتخب سوريا في كأس العرب وهو ما عملش عقدة اصلا لا ده مدرب مختلف مدرب يقينا عنده عروض تانية من اندية كتير في حوالين العالم سواء في البرازيل او في الدول العربية وبالتالي هو عايز يضمن حقوقه بالكامل هو وافق ووقع على النسخة الاولى من العقد المسودة الاولى يعني وينتظر قرار الفك عن جزء من الاموال المجمدة عشان الراتب بتاعه يكون مضمون وكمان بالمناسبة الراتب بتاعه والراتب بتاع المساعدين بتاعه والمدرب المساعد الاحتمال بشكل كبير يكون برازيلي كمان اذا ماركوس باكيتا ايام قليلة ويكون موجود حتى ان بوابة جلوبال سبورت الاعلامية كتبت من شوية علمت شبكة جلوبال سبورت الاعلامية ان البرازيلي ماركوس باكيتا اعطى موافقة نهائية على تولي منصب المدير الفني في الاتحاد وقيارة منتخب سوريا للرجال وزي ما قلت لكم خلاص بشكل رسمي المواقع العالمية كتبت ماركوس باكيتا مدرب لمنتخب سوريا تعالوا نرجع لموضوعنا باعتذر اذا كنت طوالت عليكم في النقطة دي لكن هما كانوا كلمتين في صدري يعني ماركوس باكيتا هيعمل ايه مع اللعيب الكبار بصراحة مأذق تحديدا لما اتكلم معاكم عن نجم نجوم كرة القدم السورية في العصر الحديث عمر السومة الآن هو بدون نادي الآن بدون نادي هو ما بيلعبش مع الاهلي السعودي اللي بيلعب في دوري الدرجة الاولى دلوقتي لا هو دلوقتي في حالة من الخصام مع ادارة الاهلي السعودي ومنتظر انهم ما يفرجوا عن امواله 12 مليون ريال هياخد الاموال دي وبعد كده ينتقل للدوري الاماراتي ينتقل للدوري الكويتي طبعا هو الاقرب نادي الجزيرة الاماراتي لكن هل لما ماركوس باكيتا هيكون هنا بعد بكرة يوم 21 او 22 على حد اقصى هل هيستدعي عمر السومة لا طبعا لا هيستدعي عمر السومة عشان معسكر تدريبي وهو بدون نادي الامر طبعا مستبعد انا من المؤمنين اني اللاعبين الكبار زي عمر السومة عمر خريبين محمود المواس مرديك مردكيان عبدالله الشامي احمد الصالح فهد اليوسف سعد احمد طبعا كلهم لعيب كبار بلا ادنى شك ولكن في نفس الوقت هناك لعبين كتير منهم يعني زهدوا في الكرة خلاص ما بيلعبوش قدلهم فترة طويلة زي مثلا احمد الصالح احمد الصالح عنده 33 سنة اي نعم مش كبير سنا يعني ولكن مر بفترة طويلة من الاصابة الفترة دي اقعدته عن الملاعب وقع مع نادي الوحدة وبعد كده وقع مع نادي الجيش لعب او او صافر مع نادي الجيش في كأس الاتحاد الاسياء وملعبش ولعب تقريبا مباراة وهو مصاب يعني وضيع ركلة الجزاء الشهيرة يعني لكن في النهاية مش ده احمد الصالح اللي احنا نعتمد عليه في منتخب بنبنيه وبنؤهله الى كأس اسي 2023 وإلى تصفيات كأس العالم 26 لما نروح للاعب مثلا يعني زي عمر خربين لا عمر خربين فارق عمر خربين علامة فارق طبعا سن عمر خربين مش كبير 28 سنة هو هيكون رقم واحد في المنتخب بلا نزاعة هيكون هو قائد المنتخب وعمر خربين اعتقد انه هو بيحب ده طبعا كل نفس وكل انسان يحب انه يكون كده متصدر للمشهد لكن عمر خربين بالاضافة لانه هو بيحب هو يستحق هو الان الاعلى في القيمة السوقية على كل لعيبة سوريا اربعة ونص مليون يورو وهو الافضل واداءه مستقر مع الوحدة الاماراتي فيقينا عمر خربين هيكون موجود مع ماركوس باكيتا وهيكون اول اللاعبين اللي هيتم دعوتهم باذن الله ان شاء الله اما بالنسبة للمحمود المواس انا بالنسبة لي محير بصراحة محمود المواس لعب كبير كان ياته كتيرة دينامو بيتحرك في كل حتة لكن مع الشرطة العراقي بيكون اداءه هنا مع منتخب سوريا بيكون اداءه هنا يعني انا بالنسبة لي ببجاجعة في حيرة هو بيعمل كل حاجة مع المنتخب السوري الا انه يعمل اداء مؤثر يسدد هدف يصنع كرة فانا بالنسبة لي محمود المواس 29 سنة انا ما حسيتش بالنوع مؤثر مع منتخب سوريا اخر سنتين يعني هو لعب من ضمن اللعيبة يعني بنحترمه بنقدره ويمكن اداءه مع الاندية اللي بيلعب معها بيغطي شوي على اداءه مع المنتخب ولكن انا بالنسبة لي عندي علامات استفهم كتير على اداء محمود المواس لعب مثلا زي مرديك مرديكيان 30 سنة مرديك مرديكيان وبدون اي ادنى نقاش ولعب كبير ولكن هو قديله فترة طويلة حوالي 6 شهور بدون نادي اخر تجربته كان مع احد الاندية الكويتية لكن دلوقتي هو من المرشحين للتعاقد مع نادي الفتوة لو تعاقد مع نادي الفتوة هيكون موجود مع المنتخب السوري وهو في هذا السن سن بناء منتخب ونستدعي لعب هدي له 6 شهور ما بيلعبش كورة ومن قبل كمان 6 شهور كان مصاب فالامر طبعا صعب جدا من وجهة نظري عبدالله الشامي لعب متميز واداءه في الدوري الكويتي رائع 28 سنة من الخبرة اكيد طبعا هنعتمد عليه لكن مش لوحده بكل تأكيد عندنا سعد أحمد اه اعتمدنا عليه كتير وسعيدنا كتير جدا جدا مع المنتخب السوري في الفترة بتاعة الكابتن تيتا فاليريو والكابتن نظار محروس لكن احنا بنتكلم دلوقتي على 32 سنة 2026 هيكون عمره كام 35 سنة فانا ارى ان ماركوس باكيتا هياخد قرارات واضحة من البداية انا متأكد ان ماركوس باكيتا هيستكفي فقط باسم او اسمين من تلك الاسماء ولو انا يعني هتخيل معاكم وهخمن ماركوس باكيتا هيعمل ايه انا شايف ان من خلال التمن اسماء دول هو هيحافظ على عمر خريبي فقط يعني واحتمال محمود المواس احتمال عبدالله الشامي لكن بقية اللعيبة نحن في مأزق طبعا قادم الايام هيحمل لنا بكل تأكيد تفاصيل اكتر تبين لنا ثقافة وطريقة اداء وطريقة لعب ماركوس باكيتا ولكن نحن نتحدث الان بشكل منطقي لعب بدون نادي هيلعب ازاي لعب تخطل 35 سنة هيلعب ازاي مع منتخب بيعد بنائه لعب هينتقل من دوري الدرجة الاولى درجة الممتازة للدرجة الاولى لاعب بدون نادي قادلنا حوالي 8 شهور فكيف سيلعب مع منتخب سوريا مستنى عرف رأيكم تحت في التعليقات عن القرارات اللي هياخدها ماركوس باكيتا فيما يخص تلك الباقة من اللاعبين الكبار السن واللي عندهم خبرة لا ننكر هذا الامر يا تارى هيبقي على مين وهيجل مين مع السلامة وإحنا عايزين لاعب جديد تقبلوا كل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله